أعلن المبعوث الأمريكي والخاص لشؤون إيران براين هوك أن الولايات المتحدة لديها تقارير تشير إلى أن النظام الإيراني قتل أكثر من ألف شخص في التظاهرات الأخيرة واعتقل نحو سبعة آلاف محتج تم نقلهم إلى سجنين مضيفا أن الشعب الإيراني تظاهر ضد نظامه مطالبا بوقف المغامرات الطائفية من جهة أخرى أوضح هوك مصادرة واشنطن سفينة إيرانية مطورة في بحر العرب محملة بشحنات الصواريخ مضادة للسفن متجهة إلى اليمن